ينضم لنا الآن من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي شوقي عبدالعظيم سيد شوقي أهلا بك معنا ما كان يفترض أن يكون تجمع سلمي إحياء للذكرى الثاني لفضل الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش تحول إلى صدمات قتلى جرحى لماذا؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يطرح الآن في الساحة السودانية في كل الوسائط وفي الإعلام وفي الشارع السوداني لماذا تحولت هذه المتظاهر السلمية إلى عنف؟ البعض يرى أن هناك عنف غير مبرر حتى من بعض المتظاهرين تجاه الشرطة أو تجاه الجيش ولكن العنف الأكبر كان من الدقوات المسلحة التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين وأصابتهم في إصابات قاتلة كان هذا هو الأمر المستغرب وهذا فتح علامات استفهامات عديدة بأن هناك من لديه أجندة أو لديه غرض من هذه الطريقة التي تم التعامل بها مع المتظاهرين يريد أن يفخخ الوضع أو يريد أن يفجر الأوضاع أكثر مما هي عليه أو يريد أن يدخل كل الحكومة في أزمة وهذا فعليا ما حدث القوات المسلحة من جانبها قالت أنها ستقوم بتحقيق عاجل وتقديم الجنات للعدالة وقالت أنها في ذلك اليوم في أمسية الأمس لم يكن مخطط أن يطلق النار أو لم تكن هناك تعليمات بإطلاق النار تحت أي ظرف من الظروف لذلك يظل هذا السؤال هو سؤال جمهري ومفتاحي ولكن كانت هناك على ما يبدو تصريحات من القوات المسلحة بأنه لم تصدر أي تعليمات للقوات التي كانت تحمي محيط القيادة باستخدام الذخيرة تجاه المواطنين تحدثت عن أن هناك بعض الجهات على ما يبدو لديها أجندة ما هي هذه الجهات سيد شوقي؟ نعم هم الذين يتهمون الآن هم ربما كتائب الظل المعروفة لتخدم الإسلاميين وجهاز الأمن الشعبي كل هذه في دائرة الاتهام ولكن دعينا أن نكون أكثر نقترب من الصورة أكثر فأن هذه أيضا داخل القوات المسلحة هناك اتهامات لبقايا لعناصر النظام القديم أنها موجودة ولكن أيضا حتى نكون دقيقين العنف المفرط الذي نجم من القوات المسلحة يعود في كثير من الأحوال حتى في الأيام الأخيرة هذه ليست الحادثة الأولى منذ تشكيل الحكومة الانتقالية دائما يعود لعدم الكفاءة وعدم التدريب الجيد والاستجابة لاستفزازات المتظاهرين كل هذه أدت إلى مقتل عدد من السوار وحتى في مناطق متفرقة من السودان هذه أيضا واحدة من الأسباب لذلك حصر الاحتمال فقط في كتائب الظل والنظام القديم ربما تترك فرصة للجناب ليهربوا من العدالة لذلك هذه هي الاحتمالات الموجودة كلها الآن التي يتم ناقشتها كل الفرضيات المطروحة أن يكون هؤلاء هم كتائب الظل حتى المندسين داخل القوات المسلحة السودانية أو استجابة بعض أفراد القوات المسلحة للاستفزاز ولكن بيان القيادة الجيش قالت أنها لم تأمر بإطلاق النار هذا ما قالته حتى الآن ووعدت بأن تفتح تحقيق مستقل في هذه الحادثة وتقديم الجنات للعدالة صحيح في هذه النقطة سيد شوقي أيضا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أيضا طالب بي تفضل أكمل هالفكرة نعم أيضا الدكتور عبدالله حمدوك أيضا هو الآن طالب بأن تتحقق العدالة وطالب بأكثر من ذلك وجه لهم واضح للأجهزة العدلية والأجهزة الشرطية والأمنية في السودان وقال أن هذه هي يجب أن تقوم بمسؤوليتها وعد تأخير نتائج فضل الاحتصام التي تقوم بلجنة مستغلة بالتحقيق فيها وإضافة للنائب العام تأخير هذه النتائج هو الذي أدى إلى هذا الغبل وإلى تراكم القبل وإلى خروج الناس مرة أخرى إلى ساحة الاحتصام جميل في هذه النقطة بإجازة سيد شوقي يعني الآن هناك لجنة شكلت للتحقيق من قبل القوات المسلحة هناك تعهدات بتقديم الضلعين في هذه الأحداث للعدالة ولكن فعليا ماذا نتوقع من هذه اللجنة سيد شوقي لأن هناك الآن احتقان في الشارع السوداني شوقي وهناك احتقان كبير لأن حتى اللحظة لم يتم تقديم أي أفراد للعدالة على خلفية أحداث فضل اعتصام بالقيادة العامة نعم أنا شخصيا غير متفائل بأن يضبط جنات بطريقة سريعة ويقدم للمحكمة ربما حتى الإمكانيات الشرطية والأمنية لا تتوفر مثل هذه الإجراءات لذلك أعتقد أن مثل هذه الجرائم كشفها في ظروف تجمهر الناس وتجمع الناس وإطلاق الرصاص والأسغراز المسيل للدموع واللحظات التدافع والتراشق بالحجارة ربما من السهل جدا أن يفلت المجرم من العقاب وغد لا تتوفر أدلة كافية لإيدانته ولكن أعتقد أن القوات المسلحة الآن هي باشرة هذا التحقيق ولكن في كثير من هذه الظروف لا يضبط جنات تكررت هذه الحادثة أكثر من مرة لذلك لا نخدع أفسنا ونقول أن ربما نرى جنا يعاقبون قريبا وسط الفكرة شكرا لك سيدة شوق عبدالعظيم الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من الخرطوم